اريزونا عدد من اللقاحات الجديدة لمواجهة بايروس كورونا المستجر قامت علاقات بيوماثية كاملة انجاز تاريخي مرحبا قصتنا الخبرية لهذه الحلقة تصادفت مع بحثي الحثيث عن فرص تكوينية جديدة في مجال اي مجال الصحافة وانا اقوم بالبحث استوقفتني العنوين الجديدة في التكوين الصحفي مثلا الذكاء الاصطناعي في مجال انتاج الاخبار الميتافيرس في غرفة الاخبار كيفية التحول من فيسبوك وتويتر الى التيك توك في صناعة محتوى اخباري هي مجالات مختلفة تماما فرضها العالم الرقمي تقرير رويتز السنوي عن اتجاهات الصحافة عالميا في سنة 2022 كشف عن التغيير المفهومات التقليدي لعالم الصحافة فما هي ابرز ملامح الصحافة والاعلام في العام الجديد شهد عام 2021 انخفاضا في استهلاك الاخبار في العديد من البلدان فان غالبية صناع الاخبار الذين شملهم الازطلاع من قبل معهد رويتز اي بنسبة 73% متفائلون بشأن الوضع في عام 2022 ويعود سبب الاساسي الى ان الصحفيين اصبحوا يشعرون بان عملهم يحظى بتقدير اكبر من قبل الجمهور منذ بداية الجائحة كوفيد 19 على الرغم من ان مستويات الثقة في الصحافة بلغت 60% لا سيما في الدول التي يوجد فيها استقطاب سياسي وضعف اقتصادي بعد عامين من انخفاض مستوى الثقة في الصحافة عالميا بسبب انتشار الاخبار الكاذبة شهد اكثر من نصف صناع الاخبار الذين شملهم الاستطلاع اي بنسبة 59% نموا في الارادات ويعود جزء كبير من هذا النمو الى الارباح الناتجة عن نماذج الاشتراك والعضوية التي اعتمدتها بعض المؤسسات الاعلامية وشهدت الشركات العملاقة والصغيرة نموا ملحوظا في الاشتراكات في المقدمة نجد صحيفة نيويورك تايمز التي وصلت الى نهاية العام الماضي الى 8.4 مليون اشتراك ولكن تبقى مشكلة الاشتراكات تؤرق صناع الاخبار في العالم بسبب تحصل الجمهور على المعلومات من الانترنت اليكم التفاصيل ترجمة نانسي قنقر هناك اتجاه اخر يمكن ان نشهده هذه السنة وهو تجمع عدد من الصحفيين المعروفين في شركات او كيانات للعمل سويا من اجل كسب المزيد من الارباح من الجماهير الكبيرة التي جمعوها على مواقع التواصل الاجتماعي واحد الامثلة على ذلك باك الشركة النشئة التي انشأها جون كيلي المحرر السابق لفانيتي فير والذي جمع في منصته عددا من الكتاب الذين اشتهروا من خلال اصداراتهم كشف تقرير معهد رويتز ان البودكاست والنشرات الاخبارية ومقاطع الفيديو الرقمية اكثر اهمية حيث اكد التقرير ان صناع الاخبار بحاجة للوصول الى المزيد من القراء والمشاهدين والمستمعين من اجل تحقيق الارباح من جميع منتجات الاشتراك والعضوية لديهم لتعزيز مشاركة الجمهور كما يخطط اربعة من كل خمسة من صناع الاخبار شملهم الاستطلاع للاستثمار في ثلاث قطاعات مختلفة اولها البودكاست والبرامج الصوتية الرقمية الاخرى تليها النشرات الاخبارية بنسبة سبعين في المئة ثم تنسيقيات الفيديو الرقمية بنسبة ثلاث وستين في المئة تستثمر المنصات الاجتماعية ايضا في ادوات جديدة للابداع والتدوين الصوتي التي تفتح سوق صناعة المحتوى لأي شخص لديه هاتف ذكي مثل ما افعل انا الان للتميز في ذلك الفضاء الصوتية المزدحم يؤسس بعض صناع الاخبار منصات وتطبيقات صوتية خاصة بهم وستشهد فيديوهات البث المباشر نهضة كبيرة هذا العام وفق الخبراء ويرجع ذلك جزئيا الى ازدهارها خلال الوباء في نقل الاحداث الافتراضية وتغطية الاحداث الاخبارية الصادمة مثل اقتحام مبنى الكابيتال يزدهر ايضا الفيديو القصير بفضل تطبيقات مثل سنابشات وتيك توك التي وصل عدد مستخدميها الان الى مليار شخص حول العالم لا يزال صناع الاخبار حريصين على الوصول الى الجماهير الاصغر سنا والذين هم ايضا ملزمون ويستخدمون بكثرة منصات الفيديو القصيرة لذا يخطط حوالي نصف المؤسسات الاعلامية الذين شملهم الاستطلاع لبدل المزيد من الجهد في تطبيقات ومنصات مثل الانستغرام تيك توك يوتيوب والتركيز بشكل اقل على التويتر والفيسبوك ومن المتوقع ايضا ان تتفوق هذه الفضاءات الجديدة على المنصات المعهودة التي تتبناها المؤسسات الاعلامية في سنوات الاخيرة تصدر المشهد الاعلامي العالمي الكثير من الاخبار العلمية المتخصصة كاخبار الكورونا والتغيير المناخي وغيرها من الاخبار المتخصصة لهذا سيركز صناع الاخبار في سنة 2022 على تعيين صحفيين من ذوي الخلفية العلمية بشكل كبير وقد يرغب الصحفيون ايضا في استخدام صحافة الحلول والسياغ البناءة لتغطية الاخبار العلمية المتخصصة بدلا من الشكل التقليدي الذي يبعث على الكآبة وينفر منه القراءة او المستمعين والمشاهدين قلوا الان الى الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في صناعة الاخبار حيث قال 85% انه سيكون عاملا مهما في انشاء محتوى مخصص لجمهور الاخبار وكشكل جديد من الاشكال التي تسعى كبريات المؤسسات الاعلامية لاستخدامها بحيث يكتسب الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز شعبية كبيرة في غرف الاخبار الان وتتطلع المؤسسات ايضا الى استخدام ادوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع بعض مهام غرف الاخبار او الصحافة الاستقصائية او تحسين نماذج الاشتراك ويمكن ايضا ان تساعد الادوات الجديدة للذكاء الاصطناعي في انشاء الصور ومقاطع الفيديو الاصلية ما يعزز الصحافة المرئية اخيرا قد ترغب المزيد من المؤسسات في تجربة الرموز غير القابلة لاستبدال ان اف تي اس لتحقيق ارباح وهي نوع جديد من الاصول الرقمية وشكل من اشكال الوثائق الرقمية التي يمكن تداولها عبر الانترنت ففي عالم الصحافة الحديثة يمثل كل رمز غير قابل لاستبدال ملكية عناصر رقمية مثل الرسوم التوضيحية والقصص الاخبارية الاصلية التي يمكن شراؤها وبيعها عبر الانترنت كانت هذه اهم التحولات الرقمية والاقتصادية والمعرفية التي تنبأ بها الخبراء والمختصون التي غيرت من الملمح العام للصحافة بكل اشكالها ووسائلها وفقا للارقام والدراسات منها ما تحقق وشهدناه كالموضيع الاصطناعي في الصين وهناك ما ننتظر تحقيقه هذا العام باستخدام الميتا بيرز في العمل الصحفي وانتم مشاهدين في خضم هذه التحولات الرقمية في عالم الصحافة كيف تتوقعون مستقبلا ان تقدم لكم الاخبار مشاهدين ننتظر اراءكم وتعليقاتكم عبر منصاتنا الرقمية الى قصة خبرية جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة